بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا لما علمتنا وزدنا علماً وألحقنا بعبادك الصالحين أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس سلسلة أعلام حفظ الله بهم الإسلام أنهينا نحن في الدرس الماضي الحديث عن آخر شخصية تعتبر منها الصحابة الشخصيات الآن القادمة كلها بعد عصر الصحابة وبالتالي أنهينا مرحلة وبدأنا بمرحلة جديدة اليوم إن شاء الله سنتكلم عن شخصية تعتبر من أعلام الدولة الأموية ومن مؤسسي الدولة الأموية الثانية كما سنذكر في دولة أموية أولى ودولة أموية ثانية ولكن قبل ما أتكلم عن الشخصية أنا حابب نعمل استذكار تاريخي لحتى نعرف نحن الآن في أي سنة يصرنا بالضبط إذا بتتذكر وحكينا أنه من مقاصد السلسلة هو استعراض التاريخ الإسلامي فلذلك خلينا نرجع نتذكر مع بعض نحن الآن في أي عام تقريبا من الأعوام بداية الخلافة الراشدة متى انتهت بالضبط؟ على رأس ثلاثين سنة صح؟ خلافة النبوة ثلاثون عاما أو كما قال رسول الله فكان نهاية عهد سيدنا الحسن وتنازله لسيدنا معاوية في أي عام بالضبط؟ في عام وحدو أربعين تمام صحيح لأنه حياة النبي كانت إدى عشر سنة في المدينة فإذا حسبنا من بعد ثلاثين سنة بالضبط في عام وحدو أربعين بدأت خلافة سيدنا معاوية وبدأ عصر الدولة الأموية الأولى التي أسسها سيدنا معاوية أو ما تسمى بالدولة السوفيانية الأموية الفرع السوفياني تمام؟ طيب عهد سيدنا معاوية استمر عشرين سنة أو تسطعشر سنة يعني إلى سنة الستين في سنة الستين تولى يزيد الخلافة يزيد حكم أربع سنوات تقريبا إذن لأربع وستين الآن بعد موت يزيد حكم ابنه معاوية الثاني حكم أشهر أو حتى يقال أربعين يوم بعدين تولى الخلافة مرواد ابن الحكم كما سنذكر تمام؟ صار في فراغ لمدة شهر تقريبا بعدين صار في خلافة مرواد ابن الحكم يعني خلينا نقول العصر الذي سنتكلم عنه الآن يبدأ تقريبا من عام خمسة وستين 64 خمسة وستين تمام؟ وحنشوف إلى متى يستمر عموما الدولة الأموية سواء بفرعها السوفياني أو بفرعها المرواني كما سنتكلم اليوم إن شاء الله هي دولة تعتبر بعد دولة الخلافة الراشدة طبعا من أفضل دول الإسلام بل هي أفضل دول الإسلام على الأطلاق إذا استثنينا دولة الخلافة الراشدة تمام؟ الدولة الأموية إخواني الكرام دولة مفترة عليها جدا في التاريخ وطبعا هذا له عدة أسباب هذا الموضوع من أهم هذه الأسباب هو أنها كانت دولة فتوحات ودولة إنجازات عظيمة ودولة نشر للإسلام في نفس الوقت هي دولة شديدة جدا كانت على أعداء الإسلام من الشيعة والخوارج وكل من بدأ بابتداء مذاهب جديدة لا أقصد المذاهب الفقهية وإنما المذاهب الفكرية القدرية والجبرية وغيرهم من هؤلاء الطوائف التي بدأت تنشأ في العصر الأموي فالدولة الأموية كانت دولة جدا شديدة على هؤلاء لذلك عندما تسمعون بأن الدولة الأموية دولة شديدة دولة فيها ظلم دولة فيها سفت للدماء وخاصة بعض الولاة المشهورين مثل الحجاج وغيره سنحكي إن شاء الله عن هذا الموضوع بالتفصيل ولكن بشكل عام اعلموا أنه إذا كان في شدة عند الدولة الأموية فإنما كانت هذه الشدة على هذه الطوائف وليس على كل الرعية بالعكس كانت الدولة الأموية دولة شديدة الرحمة على الرعاية بشكل عام ودولة عز وفتوحات ووفرة في المال شيء عظيم جدا دولة الأموية دولة جدا ممتازة من ميزات الدولة الأموية أنها جمعت بين أمرين مهمين جدا جمعت بين التمسك بدين الله سبحانه وتعالى وبين الفتوحات هلا بتلاحظوا في دول جاءت بعدها ما كان عندها نفس الدرجة في الجانبين يعني الدولة الأموية كانت دولة الدين دولة التمسك بالإسلام ما كان فيها بدع ما كان فيها خروج عن الخط العام لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت كانت دولة مهتمة جدا بالفتوحات وبنشر الدين هتشوفوا الآن مثلا عندما بدأت الدولة الأموية كيف كانت رقعة الدولة الإسلامية سيدنا عثمان الله يرضى عندما استشهد غربا كانت حدود المسلمين تقريبا وصلت لعند تونس وشرقا لعند إيران تقريبا يعني كل ما بعد إيران ما كان لسه من ضمن الدولة الإسلامية وشمالا كان أيضا تقريبا لعند حدود إيران يعني لا كانت لسه أرمينيا ولا أذربيجان ولا كل هاي الدول داخلي بالدولة الإسلامية جزء أجزاء منهم ولكن ليس بشكل كامل بالنسبة للبحر كانت بعض الجزر القليلة دخلت في دولة الإسلام ولكن فقط هذا الموضوع سيدنا معاوية الله يرضى عنه بعد أن استتبى له الأمر توسع في الفتوحات في جميع الانتجاهات وخاصة باتجاه الروم وباتجاه الشمال الشرقي يعني أذربيجان وأرمينيا وهذه الأماكن في عهد سيدنا معاوية وفي عهد ابن يزيد وصلت جيوش المسلمين في إفريقيا إلى حدود المحيط الأطلسي يعني اخترقت الجزائر والمغرب إلى أن وصلت إلى المحيط وإن كان ما استطاعوا يعني ضم كل البلاد يعني قدروا يوصلوا للمحيط لكن ممكن البلاد كانت معهم تمام؟ طيب بعد ما صارت الفتن اللي حنحكي عنها بعد موت يزيد كثير من البلدان التي دخلت في الإسلام في عهد معاوية ويزيد انتقضت وعادت مرة ثانية لمحاربة الدولة تمام؟ وصلت حدود الدولة الإسلامية إلى أندلس وإلى حدود باريس تخيروا جيوش الإسلامية في معركة بلاط الشهداء كانت على حدود باريس هذا كلام في عهد الوليد ابن عبد الملك وشرقا وصلوا إلى حدود الصين فى ولايات الآن في الصين اللي بيقال لك مسلمين الصين هادول متى دخلوا في الإسلام؟ هادول دخلوا في عهد الدولة الاموية وجنوب الشرقي كانت وصلان الحدود إلى الهند يعني أكبر توسع للإسلام والعالم الإسلامي كان في عصر الأمويين والمرة الوحيدة التي اجتمعت فيها كل هذه البلاد تحت سلطة خليفة واحد لأنه فيما بعد مثل ما تعرفوا في العصر العباسي تأسمت الدول صار كل دولة إلى حاكم وأن كان بعضه يتبع اسميا للخليفة ولكن مستقل فلذلك ولكل هذه الأسباب ولشدة هذه الدولة على الشيعة وتحديدا وغيرهم من المبتدعين حوربت هذه الدولة في التاريخ الإسلامي حروب شديدة جدا وشوهت تشويها شديدا وخاصة إذا علمنا بأن تاريخ الدولة الأموية كتب في عصر العباسيين يعني في عصر أعدائهم تمام؟ فتخيل بقى كل ما حدا ما عجبوا شو كانوا يؤلفوا عليه وشو كانوا يكتبوا عنه وكثير من المؤرخين للأسف الذين هتموا بنقل التاريخ كانوا متشيعين أو شيعة متشيع غير شيعي على فكرة وحتى غير رافضي في درجات للموضوع المتشيع يعني فيه هوى لسيدنا علي وقال البيت أكثر من باقي الصحابة تمام؟ لذلك بعض علماء أهل السنة بيقولوا فيه تشيع هذا ليس سبة وإنما بيوضح لك أنه هواه شيعي بيحب سيدنا علي بفضل على سيدنا عثمان مثلا ولكن لا ينقص من قدر أبو بكر عمر هذا الكلام حنحكي عليه إن شاء الله في المراحل القادمة حيتوسع عنكم أكثر أسوأ أنواع الشيعة هم الرافضة اللي هو يرفض خلافة أبو بكر عمر وإن للأسف عموم الشيعة في هذا الوقت واضح؟ هذه كانت مقدمة لا بد منها لنعرف قدر الدولة الأموية الآن أخواني الكرام بعد ما مات معاوية الثاني معاوية الثاني مثل ما ذكرنا كان زاهدا في الخلافة وكان مريضا أساسا ومتبتنا للعبادة حتى بفترة خلافته اللي هي أربعين يوم أو ثلاثة شهر ما حكم اللي كان عم يحكم كان والي دمشق بعد ما مات وهو على فراش الموت قالوا له استخلف بعدك فقال بما معنى أنه ما دئت حلاوته في حياتي لحتى أتحمل وزراء بعد ما ماتي وأرجع الأمر شورى بين المسلمين فهي أيضا يجب أن تذكر في فضائل خلفاء بني أمية أن أحد خلفاء بني أمية إذا كانوا يتهمون سيدنا معاوية بأنه أول من ورث الحكم هذا الكلام مكتر دقيق فأحد خلفاء بني أمية وهو حفيد معاوية الله يرضى عنه معاوية الثانية هو أول من أعاد الحكم للشورى مرة أخرى في هذه الأثناء تتذكروا الدرس الماضي أنهينا الحديث عن وقعة الحرة تتذكروا وقعة الحرة اللي هي خروج أهل المدينة على خلافة يزيد وأرسال يزيد جيش لقتال أهل المدينة هذا الجيش بعد ما انتهى من قتال أهل المدينة وجهه يزيد إلى مكة لقتال ابن الزبير سيدنا عبدالله بن الزبير رضي الله عنه هو والحسين رضي الله عنهم لم يقبل ببيعة يزيد ذكرنا ذلك الحسين خرج في بداية خلافة يزيد إلى الكوفة واستشهد رضي الله عنه وأرضاه عبدالله بن الزبير بقي معتصما في مكة تمام وضل يزيد تاركو لآخر سنة في خلافته إلى أن بدأ بمناوشة الدولة ويقال بأن حركة أهل المدينة كلها تكانت بتحريض من عبدالله بن الزبير يعني ضد خلافة يزيد يعني هو لم يبايع طول فترة خلافة يزيد تركوا يزيد إلى أن رأى أنه أصبح عم يواجه الدولة عسكريا صار الآن بالنسبة ليزيد يجب أن يقاتل فلذلك أمر الجيش اللي قاتل أهل المدينة بالتوجه إلى مكة وصار في حصار هذا الحصار الأول لمكة صار في حصارين لمكة في عهد الأموين الحصار الأول هو كان في عهد يزيد طبعا في هذا الحصار أحرقت الكعبة كيف احترقت الكعبة؟ يقال بأنه جيش الأموين رماها بالمنجنيق وهذا الكلام غير صحيح موضوع المنجنيق كان في الحصار الثاني كما سنذكر في الحصار الأول حسرت مكة وتم التضييق عليها اقتصاديا ومكة بالمناسبة مكان لا يصلح لأنك تعتصم فيه لا يوجد أي مكان لتجيب إمدادات لمكة ومكة لا فيها زراعة ولا فيها ماء ما فيها غير بئر زمزم غير كافهمت عليه في مشكلة مكة ليست عسكريا تصلح لأنك تعتصم فيها فعبد الله بن الزبير ارتكب عدة أخطاء في خلافته رضي الله عنه وسنذكرها اليوم إن شاء الله أول هذه الأخطاء وأهمها أنه جعل مكة عاصمة لخلافته فعندما حسر ابن الزبير أثناء فترة الحصار جاءت ريح شديدة وكان جيش ابن الزبير شعلي النار قرب الكعبة فطارت شرارة من النار وعلقت بستار الكعبة فاحترقت الكعبة تمام؟ هذا أصح ما ورد في موضوع احتراق الكعبة في هذا الحصار طبعا تضعضع بنيان الكعبة سنذكر الآن ما الذي حدث في هذه الأثناء جاء خبر من الشام بأنه يزيد قد مات فقام قائد الجيش وهو قائد جيش يزيد وجاء إلى عبد الله بن الزبير وقال لا نعلم الآن على وجه الأرض خيرا منك فتعال معنا إلى الشام نبايع لك بالخلافة كانوا عميقاتلوا قبل شوي ولكن بما أنه مات يزيد قالوا تعال معنا على الشام لحتى نبايع لك بالخلافة طيب عبد الله بن الزبير رفض عدوا الأخطاء تبع عبد الله بن الزبير ألا يرضى عنه طبعا سيدنا عبد الله من الصحابة نحن منهجنا في الصحابة ذكرنا عدة مرات نترضى عليهم ولكن لا يمنع أن نقول اجتهاده في هذا الموضوع ما كان موفق مع كامل المحبة والاحترام لصحابة النبي الله صلى الله عليه بعد ما رجع جيش الشام باتجاه الشام ندم سيدنا عبد الله بن الزبير ندم على أنه ما قبل العرض فبعتنا نقول لهم طب تعالوا بايعونيهم بمكة أدروا لا تجي معنا على الشام أو لا طبعا هذا الكلام له سبب كما سنرى عبد الله بن الزبير طبعا في هذا الوقت أعلن نفسه خليفة للمسلمين في عصر يزيهد كان خارج على الدولة ما كان ما اعتبر نفسه خليفة تمام الآن اعتبر نفسه خليفة وطلب الناس أن يبايعوا وبدأ بإعادة بناء الكعبة عبد الله بن الزبير إخواني الكلام كان سمعان حديث من السيدة عائشة اللي هي خالته الله يرضى عنها النبي شو كان أيلى للسيدة عائشة بما معنى الحديث أنه لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لأمرت بهدم البيت وإعادة بنائه على قواعد إبراهيم ليش قواعد إبراهيم أنتوا بتعرفوا البيت الحرام كان عبارة عن متوازي مستطيلات ما كان مكعب بتلما هو شكله الآن الحجر هو جزء من البيت وكان باب الكعبة على الأرض وليس مرتفع عن الأرض وكان للكعبة بابين باب من هون وباب من هون يعني أنت بتفوت من هذا الطرف وتطلع من الطرف الثاني تمام؟ عندما أعادت قريش بناء الكعبة وقت كان النبي شاب قبل البعثة وأتحللهم مشكلة الحجر الأسود ما كفت أموال قريش لبناء الكعبة على هذا الشكل فتعرفوا كانوا بدون يبنوها من بان حلال وأموالهم كلها رباوية فما كفت أموالهم لذلك بنوها على هذا الشكل ووضعوا الحجر للدلالة على أن هذا المكان هو جزء من الكعبة فعبد الله بن الزبير سمعان هذا الحديث لذلك عندما احترقت الكعبة وأعاد بناءها أعاد بناءها على الشكل الذي قال عنه رسول الله اللي هو الشكل السداسي تمام؟ وجعل لها بابين نفس الوصف تبع النبي الله صلى الله عليه نترك عبد الله بن الزبير ونذهب إلى الشام في هذا الوقت بويع لمعاوية الثاني وذكرنا أعد فترة تصيرة جدا ثم مات بعد ما مات معاوية الثاني صار في عنا مشكلة الآن في الشام ما هي المشكلة؟ المشكلة بأنه من سيبايع بالخلافة بعد معاوية الثاني إذا بدنا نشوف من سلالة سيدنا معاوية بن أبي سفيان إذا في ثلاثنا الحكم يبقى ويراثي فما في عنا غير خالد بن يزيد اللي هو أخوله معاوية الثاني ولكن كان طفل صغير فمو مناسب أنه يكون خليفة تمام؟ وفي نفس الوقت سيدنا عبد الله بن الزبير أعلن نفسه خليفة في مكة فاللي صار إخواني النصار تفرق في العالم الإسلامي بعض الناس وبعض الولايات بايعت عبد الله بن الزبير قالوا خلص الآن بالشام ما في خليفة سنبايع عبد الله بن الزبير والبعض قال لا بدنا نجتمع ونعمل مؤتمر لانتخاب خليفة هذا الكلام أخذ له شهر شهرين زمن وبينما اتفقت القبائل وتم الموضوع قبل ما أحلي لكم شو اللي صار في شغلة جدا جدا مهمة لازم تعرفوها تعرفوا تركيبة المجتمع القبلي في ذلك الوقت لحتى تستوعبوا الخلافات اللي صارت شو كان سببا في اللي منكم متابع مسلسلات تبع الأندلس اللي خراج حاتم علي سب تعرفون سقر قريش وغيره كتير كانوا يذكروا شيء اسمه القيسية واليمانية بتذكرينك شيء لك القبائل القيسية والقبائل اليمانية العرب إخواني الكرام مثل ما تعرفوا هن القحطانية وعدنانية صح ولا لا القحطانية بيعود نسبهم لقحطان والعدنانية بيعود نسبهم إلى عدناني اللي هو يعود نسبه إلى سيدنا إسماعيل سيدنا محمد الله مصلي عليه من العرب العدنانية الأنصار مثلا من العرب القحطانية هدول القحطانية والعدنانية هنهم اسم تاني لهم القيسية واليمانية القيسية نسبة لحفيده يمكن لعدنان اسمه قيس تمام فكل القبائل العدنانية تسمى بالقيسية وكل القبائل القحطانية تسمى بالقبائل اليمانية لأنه كلهم أصلا يعود إلى اليمن الأنصار أصلا يمني تمام طيب هذه القبائل كان بينها عصبيات قبلية وهذه العصبيات تجددت بعد عصر الخلافة الراشدة في عصر الخلافة الراشدة وخاصة أبو بكر عمر وبداية عصر عثمان كانت الناس حديثة عهد بالإسلام وكانت لسه أنوار الإسلام موجودة شوي شوي بدأت الناس تعود إلى فكرة العصبية القبلية تمام ما معنات الناس طلعت من الدين ولكن خف الوازع الديني وعاد الوازع القبلي فكان في حساسات ما بين القبائل القيسية والقبائل اليمانية سيدنا معاوية الله يرضى عنه كان من أحد عجائب حكمه وروعة حكمه أنه استطاع أن يجعل هناك توازن بين الفرعين القيسي واليماني يعني وليت اليمانيين على شغلة وولي القيسيين على شغلة تانية يستعين بالقيسيين بشغلة يرجع يحط اليمانيين بشغلة تانية فما كان حدا يشعر بأنه مظلوم ولكن كانت القوة الضاربة والعمود الأساسي للخلافة هنن القبائل اليمانية وعلى رأسها قبيلة كلب اللي كانوا أصهار سيدنا معاوية كان متزوج من بني كلب ويزيد ابنه أمه من بني كلب فهي قبيلة كبيرة جدا ولها مكانة كبيرة جدا وبركز توزعهم الأساسي استقرارهم في الأردن تمام؟ في قبائل أخرى مثل الغساسينة الغساسينة اللي كانوا أصلا حكام الشام قبل الدخول للإسلام على الشام تمام؟ هذول كلهم قبائل يمانية القبائل القيسية أغلبها كان في العراق وفي الجزيرة الجزيرة هي منطقة ما بين الفرات ودجلة يعني عند دير الزور والرقة وهذه المنطقة إلى أورفا إلى تركيا حتى هاي بيسموها الجزيرة الفراتية فالقيسية كانوا متركزين في هذا المكان تقريبا واليمانية في دمشق والجنوب والأردن وهذه الأماكن بعد ما صار هذا الفراغ في الخلافة معظم القبائل القيسية بايعت من؟ عبدالله بن الزبير والقبائل اليمانية بقيت بمعظمها على ولائها لبني أمية وعلى رأسها قبيلة كلب فاجتمع العرب اليمانية وأقاموا مؤتمر دستوري تماما انتخابات ومؤتمر دستوري لاختيار خليفة يدعى هذا المؤتمر في التاريخ بمؤتمر الجابية اجتمعوا في مكان يسمى الجابية وتشاوروا من سنختار لخلافة المسلمين وطرحت عدة أسماء نوقش مثلا اسم سيدنا عبدالله بن عمر ذكر اسم ابن الزبير نفسه كان مطروح للنقاش ولكن ما قبيلوا به وذكر خالد ابن يزيد اللي حكنا عليه وكان طفلا صغيرا فلم تقبل به العرب وذكر الاسم الأخير وهو الاسم فعلا الذي نجح في الانتخابات اللي هو مروان ابن الحكم من هو مروان ابن الحكم؟ مروان ابن الحكم اخواني الكرام هو يصنفه البعض بأنه من صغار الصحابة ويصنفه البعض بأنه من كبار التابعين يعني لم تثبت صحبته لرسول الله هو ولد في السنة الأولى للهجرة ولكن كان أبو مشرك فهو كان عايش كل عمره في مكة ففي اختلاف هل هو رأى النبي ولا ما رأى النبي لذلك ما منعرف هو من الصحابة ولا لا أنا أميل إلى أنه رأى النبي لأنه النبي فات على مكة فتح مكة وصار في بعدين عدة سنوات بعدها في المدينة يعني لابد أنه رأى النبي أنا أميل إلى أنه من صغار الصحابة عمما هو بنفس عمر عبدالله من الزبير كلاهما ولد في السنة الأولى للهجرة وكان في ذلك الوقت يسمى بشيخ قريش يعني رجل كان كبير في العمر وكانت له مكانة عظيمة جدا في عصر سيدنا عثمان وسيدنا معاوية في عصر عثمان كان هو أمين سر سيدنا عثمان ومعه الختم تبع الخلافة وفي عصر معاوية كان والي المدينة فله مكانة كبيرة في الدولة تمام وهو وعائلته كانوا دائما عايشين في المدينة ما غادروا إلى الشام إلا بعد ما عبدالله من الزبير طلعوا مثل ما حنشوف أيضا مروان بن الحكم كان من فقهاء المدينة وكان يعني فينا نعتبره من شيوخ الإمام مالك الله يرضى عنه الإمام مالك صاحب المذهب المالكي مثل ما بتعرفه هو مذهب وهو مذهب أهل المدينة فكان يأخذ فتاوى أهل المدينة كتير كان يروي عن مروان بن الحكم ويقول مثلا في هذه المسألة قضى مروان بن الحكم كذا يعني له فقه كبير هذا الرجل وكان ذا صلاح فعندما سيطر عبدالله بن زبير على الحجاز بعد الأحداث التي ذكرناها طرد البيت المرواني من المدينة وهذا كان أيضا من أخطاء هذا البيت المرواني اللي هو مروان بن الحكم وأولاده لوين راحوا راحوا ع الشام في هذه الأثناء عقد مؤتمر الجابية وحضره مروان وتم اختياره خليفة للمسلمين إذن الآن صار في عنا كم خليفة نين بعد شوية حيصيروا أربعة ليش طيب برأيكم لأن أهل العراق أهل الشقاق والنفاق ما أعدوا عائلين طلع فيهم تيارين جداد غير هذول التيارين اللي عم نحكي عليهم التيار الأول تيار الشيعة في مجموعة من أهل العراق ندموا على خذلانهم للحسين هلأ بعد أربعة سنوات ندموا تمام تركوا الحسين يقتل أنا أتلوا بإيدهم أصلا هلأ ندموا فطلعوا بشيء اسمه حركة التوابين وقاتلوا الدولة الأموية قاتلوا مروان بن الحكم وانتصر عليهم طلع بعدهم واحد اسمه المختار الثقفي هذا المختار الثقفي من أسوأ الشخصيات التاريخية ومن أكثر من أدخل الخرافات والمصائب في عقائد الشيعة الدعا بالإمامة والدعا بالأسشي يعني كثير من العقائد تبع الشيعة الآن اخترعها مختار الثقفي هنحكي عنه إن شاء الله ما باقي على نفسه بالخلافة هو هو زكي فشو عمل؟ قال نحنا يجب أن تكون الخلافة في آل البيت فسيدنا علي هو الإمام الأول بعدين بيجي بعده الحسن بعدين الحسين بعدين مين؟ محمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب تذكرته وحكينا عليه الدرس الماضي أخوهم من أبوهم وليس من أمهم هو ليس ابن السيدة فاطمة هو ابن سيدنا علي وكان في هذا الوقت محمد بن الحنفية موجود وين؟ في مكة فبلش هذا المختار الثقفي يحاول ينزل أحاديث المهدي على ابن الحنفية تعرفوا الحديث تبع لو لم يتبقى في هذه الدنيا إلا يوم واحد لأطاله الله حتى يملك يعني بما معنا الحديث حتى يملك أحد من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي تمام؟ هذا من أحاديث المهدي الشهيرة هو إلك مادي الحديث ويوافق اسم أبي اسم أبي فهذا غير زيادة ما رواها لأنه ما بتصبط معه يوافق اسمه اسمي محمد بن الحنفية نفس اسم سيدنا محمد فقالوا أن محمد بن الحنفية هو الإمام هو المهدي طبعا ابن الحنفية كان بمكة بهذه الوقت قالوا يا جماعة والله أنا ما دخلني باية الحكي هو كان ضمن حكومة عبد الله بن الزبير تمام؟ عبد الله بن الزبير أجبروا على البيعة ما رضي على فكرة عبد الله بن الزبير كان موجود ضمن مكة والمدينة عبد الله بن عمر وأبن عباس ومحمد بن الحنفية وكلهم لم يقبلوا ببيعة ابن الزبير ما بايعوا أبدا ولا رضيوا بايعوا هذا يعطينا مؤشرات حتى نحكينا إن شاء الله الطيار الرابع الخليفة الرابع إن الخوارج الخوارج قويت شوكتهم جدا بعد ما مات سيدنا معاوية ومات يزيد فالخوارج ساعدوا سيدنا عبد الله بن الزبير في حربه ضد الأمويين وقت حصر الحصار الأول بعد ما نفك الحصار قالوا له أنت شو رأيك بي عثمان قال لهم عثمان من خلفاء المسلمين يعني هنا بدهم يكفروا هو ما كفروا بالعكس ترضى عليه فنشقوا عنه ما رضيوا يكملوا معه وراحوا وأيضا أسسوا خلافة خاصة فيهم فصار في عنا أربع خلفاء يقال في أحد السنواتي ما بعرف أن يسنب الضبط وقت الحج كان في أربع ألوية في الحج لواء للأمويين لواء لعبد الله بن الزبير ولواء للمختار الثقفي ولواء للخوارج فالأمة كانت مشرذمة جدا طيب بعد ما مروان بن حكم استقر له الأمر في هذا الوقت كانت حتى تفهموا خريطات العالم الإسلامي مصر باعت بن الزبير العراق باعت بن الزبير الحجاز باعت بن الزبير حتى الشام كلها تقريبا ما عدا أجزاء بسيطة منها باعت بن الزبير يعني دمشق وحمص باعت بن الزبير يعني الأردن وأجزاء بسيطة جدا هو استغلمت ما لنا هالفراغ اللي صار بهالفراغ البسيط قدر يسيطر على كل هذه البلاد فبعد ما بوي على مروان بن حكم جمع الجيش تبعه والتقى في معركة اسمه مرج راهط مع جيش أهل الشام الذين بايعوا بن الزبير وعلى رأسهم الضحاك بن قيس الفهري وكان هذا الضحاك كان والي دمشق طول فترة معاوية ويزيد ولكن انشق على الدولة الأموية خرج على الدولة الأموية بل أطلسير عليكم تم القتال وكان قتالا طويلا بأولو عشرين يوم وكذا وانتهت المعركة بانتصار مروان بن الحكم والقبائل اليمانية على القبائل القيسية التي كانت مع الضحاك فبهذه الهزيمة سيطر مروان بن الحكم على كل بلاد الشام بمعركة واحدة لأنه كل القبائل اللي باعت بن الزبير رجعت باعت مروان بن الحكم طيب وأرسل جيش إلى مصر وأخذها بسهولة جدا من ابن الزبير لأنه أهل مصر أصلا هواهم مع الأمويين وإنهم بايعوا ابن الزبير بسبب الفراغ اللي صار ما كانوا مقتنعين بخلافته فإذا الآن صارت الدولة الشام ومصر مع الأمويين وباقي أجزاء الدولة مع ابن الزبير طبعا بوجود الشيعة في العراق وبوجود الخوارج الخوارج لوحدهم سيطروا على اليمامي اللي هي شرق الجزيرة العربية والأهواز اللي هي المنطقة العربية من إيران يجب تعرفوها اللي مطلع البحر على الخليج العربي من طرف إيران مروان بن الحكم عاش 8 أو 9 شهور فقط في الخلافة وجاءه أجله فمات مين ولا بعده؟ ابنه عبد الملك ابن مروان وهذا هو شخصية هذا اليوم اليوم حنحكي إن شاء الله صارنا ماشي نص الدرس ولكن مع الشيء المقدمة كانت مهمة اليوم سنتكلم إن شاء الله عن عبد الملك ابن مروان أبل ما نحكي عن خلافة عبد الملك خليني وضح لكم مجموعة من النقاط أولا عبد الملك قبل الخلافة كان من فقهاء المدينة الأربعة في زمانه كان في أربعة يعتبروا قمة الفقه اسمعوا هو من مرتبة مين؟ سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب وعبد الملك ابن مروان هدول الأربعة كانوا أعلى ما وصل له الفقه في المدينة وكان معروف بالفقه معروف بالتدين في شهادات كثيرة جدا للتابعين بعلمه وفقه يعني مثلا النافع يقول لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميرا ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك ابن مروان وكان يجالس الفقهاء يعني رجل له باع في العلم ما بدي طول في هذا الموضوع كثير قرأوا عن هذا الموضوع وعبد الملك جدا طعن في موضوع ديني هذا الكلام غير صحيح عبد الملك على فكرة جدا شوي هات صورته مثل كل خلفاء بني أمية بس أي واحد منهم بتلاقوا له انجازات كثيرة لابد أن يطعن به من اشتغلات للمكذوبة عنه يقال بأنه عندما بلغه الخبر بأنه أبو مات فعرف أنه أصبح الخليفة فكان آل يقرأ القرآن قال فأغلق القرآن وقال هذا آخر العهد بك وقام وبلش يقطع رئاب الناس هكذا يصور خلفاء بني أمية للأسف الشديد عبد الملك استلمت دولة في فترة من أصعب فترات التاريخ دولة ممزقة بالكامل أيام سيدنا علي ومعاوية كانوا فريقين الآن في عنا أربع فرق حكم من سنة الخمسة وستين إلى سنة الستة وثمانين واحد وعشرين سنة وأسس الدولة الأموية من جديد يقال بأنه أسس الدولة الأموية الفرع المرواني لأنه من بعد مروان بن الحكم كل من حكم الدولة الأموية كان في سلالة مروان بن الحكم حتى الأمويين اللي حكموا الأندلس فيما بعد كانوا من سلالة مروان بن الحكم مروان بن الحكم عبد الملك ابن مروان هشام ابن عبد الملك ومن سلالته جاء كل الأمويين الذين حكموا الأندلس فيما بعد عبد الرحمن الداخل بيكون حفيد هشام بن عبد الملك إن شاء الله حنحكي عن هذه الحقبة فيما بعد كيف تعامل عبد الملك مع هذا الوضع الذي استلم البلاد فيه عبد الملك إخواني الكرام من عباقرة السياسة في التاريخ الطريقة التي استعاد بها الدولة ووحد بها الدولة طريقة يعني شيء عجيب عنده صبر وعنده طولة بال وعنده قدرة على سياسة الأمور شيء لا يوصف فيني ألكم أن نستعاد الدولة بأقل قدر ممكن من الدماء بأقل قدر ممكن من الحروب حنشوف كيف قبل ما نحكي عن هذه الكلام في عنا خلاف تاريخي شهير جدا خاضه الفقهاء بين بعضهم من هو الخليفة الشرعي ومن الذي خرج عليه هل عبد الله بن الزبير هو الخليفة الشرعي وعبد الملك ابن مروان يعتبر باغي أو خارج على الخلافة ولا العكس هل تقرأوا وتلاقوا معظم الفقهاء بيقول لك عبد الله بن الزبير هو الخليفة الشرعي ومروان بن الحكم وعبد الملك خرجوا عليه تمام وبيقول لك أن عبد الملك بعد ما انتصر على ابن الزبير أصبح الخليفة الشرعي قبل لا ليش هذا الكلام بيقولوا لا سببين أولا لأن عبد الله بن الزبير صحابي وغالبا العلماء والفقهاء بيميلوا بعواطفهم للصحابة أكثر من التابعين يعني بلد نظر الحق معمين بيقول لك هذا صحابي هذا من صحابة النبي السبب الثاني بيقول لك عندما مات معاوية الثاني معظم البلاد بايعت ابن الزبير فأصبح خليفتان شرعيا طيب أنا لوجهة نظر أخرى وطبعا لست فقط من تكلم فيها في كتير علماء قالوا بنفسها وعلى رأسهم عبد الله بن عمر الله يرضى عنه كما سنرى سيدنا عبد الله بن عمر وجهة نظره في الفتنة دائما هي الصباب دائما تتبعه عبد الله بن عمر أنا اللي شايفه أخواني الكرام كما يري نحن الآن في عنا فراغ دستوري في الدولة في الشام شهر زمان لبنما اتفقوا على خليفة هل هذا مبرر أن يخرج شخص في مكان آخر ويقول أنا الخليفة يعني تعونوا تخيالها بمعايير زمان لو الآن مثلا ملك أحد البلاد مات واختلفوا لعائد الحاكمة على تعيين ولي عهد لأله شهر زمان لبنما صارت شوية مداولات لبنما لأوا واحد مناسب هل هذا يبرر يطلع واحد بمكان تاني أن الدولة يقول أنا الملك طب الوزارات المؤسسات الدولة كلها هي موجودة في العاصمة صح ولا لا فموضوع أن عبد الله بن الزبير أعلن نفسه خليفة هذا الموضوع مو بها البساطة هو فعليا خارج على الدولة من أيام يزيد أنا أرى والله أعلم أن خلافته لم تكن خلافة شرعية والخلافة الشرعية هي خلافة بني أمية قوة وأهل الحل والعقد صح صار فراغ بسيط ولكن هذا غير مبرر برأيي أنه يخرج شخص مهما كانت مكانته ويقول أنا الخليفة حتى أنه عبد الله بن الزبير ما بويع له بشكل شوري يعني هو فرض نفسه كخليفة يعني هنا مثلا بينتقضوا بني أمية بموضوع أنه أنتوا بتورثوا الحكم طب هل ابن الزبير بويع له بشورة لا هو أعلن نفسه خليفة وبايعت له الناس تمام على كلين الخلاف بين بني أمية وبين ابن الزبير اسميته خلاف ديني وإنما هو خلاف سياسي كثير هلقي جملة مهمة شباب تمام ما فيني يقول أنهم عم يتآتلوا على دين لا عم يتآتلوا على السياسي على الحكم وكلهم منهم يرى نفسه على الحق لذلك الله يحكم بينهم ودائما في الخلافات السياسية المتغلب والذي ينتصر هو الذي يستمر وثقوا تماما أي واحد حينتصر على الثاني سيقتله ما في شيء اسمه خليفتين في نفس الوقت تعالوا طيب نلقي نظرة بسيطة على خلافة ابن الزبير ابن الزبير بعدما يعني بايعت له معظم البلاد وخرجت بعدين الشام ومصر من سلطته مباشرة يعني ما طولوا فهو كان تركيزه الأساسي على العراق إذا قدر يأخذ العراق ويسيطر عليها بشكل جيد العراق فيها الرجال فيها المال فيها القوة فيها كل شيء وبدون العراق ليس له قوة في هذه الأثناء ظهرت حركة المختار الثقفي والتوابين والخوارج اللي حكينا عليهم فصار في حرب بين عبدالله ابن الزبير وبين أهل العراق بالسيطرة على العراق أول ما قام به عبد الملك ابن مروان بذكائه الشديد أنه تجنب الاقتراب من هذه الحرب تماما أعدائي الاثنين عم يتقاتلوا مع بعض خلصوا بعدين بنتفهم عرفتوا شو عمل فترك العراق والحجاز ما قرب عليه النهائيا ابن الزبير على فكرة امتدد خلافته بتعرفك قديش بدأ حكمه بسنة الاربعة وستين او الخمسة وستين حساب يعني ضل تلاتة وسبعين تسع سنوات ضل وعبد الملك عم يحاول ياخد منه البلاد بأقل قدر من الحرب فبعت ابن الزبير أخوه مصعب ابن الزبير واليا على العراق ضل يتقاتل مع الشيعة ومع الخوارج لحد ما أفنوا بعض واستطاع الانتصار بالنهاية بس بعد شو بعد ما كان يعني كلا الطرفين أصبح ضعيفا ومصعب ابن الزبير على فكرة بعد ما انتصر على جيش المختار الثقفي وقع في يديه سبع تالاف مقاتل من جيش المختار بأسرى فذبحهم ذبحا أنيش عملكون هذا الكلام حتى واتيجي حدا إلا أن الأمويين كانوا يسفك الدماء لا الجميع كانوا يسفك الدماء واضح حتى يقال أن ابن عمر قال له لمصعب ابن الزبير قال له والله لو كانوا غنما لأبيك الزبير لما دبحت سبع تالاف في النوم بيوم واحد لا اعتبرته إسراف فالكل كان مسرفا في الدماء لذلك واتعرفوا أن أهل العراق ما قدروا يحبوا خلافة ابن الزبير هذا من الأسباب أنت واتقتل رجل أو تقتل مجموعة من رجال قبائلهم حتى لو كانوا ضدك وصاروا تحت خلافتك حيظلوا يعتبروك قاتل أهلهم صح ولا لا بدأ عبد الملك ابن مروان بعد ما صارت هالحوادث في العراق بدأ باستمالة أهل العراق من طرفه يمنيهم بأمور معينة حتى لم يبقى مع مصعب ابن الزبير إلا عشر أشخاص تخيلوا كان ممكن يصير حرب مثل حرب صفين مثلا من أهل العراق والشام ولكن بحنكة عبد الملك ومهارته السياسية استمال كل القادة تبعوا لمصعب ابن الزبير لحد ما سحبوا منه كل ياتهم إلى أن قتل مصعب ابن الزبير وعلى فكرة مصعب ابن الزبير وعبد الملك كانوا رفقات يحضروا بنفس الحلقة بالمدينة المنورة لذلك عندما قتل مصعب حزنة عبد الملك وقال بما معنى أنه كنا أصحابا ولكن هذا الملك عقيم العبد الملك أول من قال هذه الجملة الملك عقيم وذهبت مثلا وتكون في صراع على الملك ما في أمير حميني ما في صاحبي في شيء اسمه الذي ينتصر هو الذي يبقى فاضح؟ برجع بكم أنا متأكد تماما لو انتصر ابن الزبير على عبد الملك لكان قتله وفعل به نفس الشيء لأنه بالنهاية بده ينتصر خلص بده ينتصر بده يتمكن سبحان الله مصعب قتل في سنة 72 حسبوا كم سنة بقى عبد الملك كم تبويع بالخمسة وستين لبعد كم سنة إلى أن استطاع أن يأخذ العراق بمجرد ما أخذ العراق من ابن الزبير فيكن تعتبروا أنه سقوط دولة ابن الزبير أصبحت مسألة وقت خلص ما بقي معه الحجاز والحجاز لوحده لا يصلح أبدا مقرا للحكم لا في عندك زراعة مثل العالم لا في عندك إمدادات لا في عندك حتى الرجال يعني بعد حركة الفتوحات والخلافة الأموية صار في تفريغ للحجاز شفتوا سيدنا عثمان ما في حدا كان يدافع عنه في المدينة وأتقطر الله يرضى عنه لأنه معظم الناس في الفتوحات وفي البلاد بالعراق وبالشام وغيره فابن الزبير بقي فقط معه الحجاز وحتى الحجاز بدأ يقدم منه شوي شوي لذلك أول ما استقرت العراق تحت حكم عبد الملك ابن مروان أرسل جيشا إلى الحجاز ليأخذ الحجاز من ابن الزبير وينهي خلافة ابن الزبير من كان قائد هذا الجيش؟ شخصية معروفة جدا الحجاج ابن يوسف الثقافي وهذا كان أهم قائد ووالي وطد حكم عبد الملك ابن مروان طبعا قصة حصار مكة وضرب مكة بالمتجنيق وقصة مذكورة في التاريخ وقصة مؤلمة جدا وهذه الأمور طبعا للأسف وقت يكون في صراع على الملك هذا اللي بدأ يصير حصارات مكة طبعا حتى موضوع قتال للأمويين مع ابن الزبير يعني ما كان قتال مباشر وإنما حاصروا مكة وحاولوا يقطع عنها كده الإمدادات حتى يستسلم ابن الزبير بدون حرب وأعلن الحجاج الأمان لكل من يخرج من مكة لدرجة أن أولاده لأبن الزبير تركوا أبوهن وطلعوا لعند الحجاج فلم يبقى مع ابن الزبير إلا مجموعة صغيرة جدا ومثل ما ذكرنا يذكر في التاريخ والله أعلم هذا الكلام فيه يعني ما تأكدت من صحته 100% الشهير أن الحجاج نصب المنجنيق على مكة ولكن البعض يقول بأن هذه الرواية غير صحيحة الله أعلم لأن منطقيا المنجنيق عادة متى يستعمل يستعمل لدكس الحصون مثل ما قالوا على جبل أبو قبيس وأبو قبيس مطلع على الكعبة مباشرة فأنت طالما وصلت لأبو قبيس شو عاد بدك بالمنجنيق أصلا يعني صراحة الموضوع مقنع ولكن يذكر في التاريخ وحتى موضوع الضرب كان ما يضرب على الكعبة كان يضرب على مكة نفسها بشان أهل مكة يستسلموا ويطلعوا من باب الحقن دماؤني أنت وقتل حجرة ممكن تقتل واحد مثلا ممكن بس بخافوا العالم بيطلعوا فكل هذا الكلام كان حقنا لدماء الناس التي مع ابن الزبير ولكن ابن الزبير اختار أن يقاتل حتى آخر رمق واستشهد رضي الله عنه سأحكي لكم الآن موقف سيدنا عبد الله بن عمر من خلافة ابن الزبير يقول أحد الرواد أقبل ابن عمر علينا فقال ما وجدت في نفسي شيئا من أمر هذه الأمة ما وجدت في نفسي من أن أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله قلنا ومن ترى الفئة الباغية قال ابن الزبير بغى على هؤلاء القوم يعني على بني أمية فأخرجهم من ديارهم ونكث عهدهم هذا الحديث يروى عن ابن عمر بثلاث صياغ الله أعلم ما الصح منهم مرة بيقولوا أني لم أقاتل مع علي الفئة الباغية أصد نمو عاوية وهذا لا يصح ومرة هذا ابن الزبير هو الفئة الباغية ومرة قال ابن الفئة الباغية للحجاج فالله أعلم بس أنا أميل إلى أنه هذا هو الحديث الصحيح بنادر طب فيه حديث تاني أصح منه عندما قتل ابن الزبير وصلب حجاج صلب وحتى يجعله عبراين قال ابن عمر لغلامه انظر المكان الذي فيه ابن الزبير مصلوبا فلا تمر بي عليه ما له حاب يشوف حاب يشوفه بين المنظر هو صاحبه أخوه في الإسلام من صحابة النبي يعني موضوع مؤلم قال فسهل غلام سهل يعني نسي فإذا هو ينظر إلى ابن الزبير مصلوبا يعني نسي ياخدر من طريق تالي ثم رأوا من جنب ابن الزبير فقال ابن عمر يغفر الله لك ثلاثا والله لقد كنت صواما قواما وصولا للرحم وإني لأرجو مع مساوئي ما أصبت ألا يعذبك الله إذن هذا يدل على أن ابن عمر كان يرى ابن الزبير مخطئا وخارجا على الدولة واضح ثم التفت إلي الغلام يعني فقال سمعت أبا بكر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجز به في الدنيا فهذه كانت نظرة ابن عمر بخلافة ابن الزبير مع احترامه له كنت صواما قواما ولكن كان يعتبره خارجا على الدولة الأموية لذلك ما بايعه أبدا ابن عمر ما بايع إلا بعد ما قتل ابن الزبير واستقرت الخلافة عبد الملك أرسل له ببيعته واضح من أسباب عدم نجاح عبدالله بن الزبير في خلافته مجموعة من الأسباب سألخص أهمها أولا أنه اتخذ الحجاز مكانا لخلافته والحجاز لا يصبح أبدا كماذا كان تانيا اعتماده على أهل العراق وأهل العراق ما بنشاد فيه انضار خذلوا سيدنا علي من أبل خذلوا سيدنا الحسن وقتلوا الحسين ما بنشاد فيه انضار لذلك خذلوه وكانوا أحد أسباب هزيمته أيضا استنزافه في حروب الخوارج والشيع هذا الكلام خلاه ما يقدر يقعد ولا يوم بدون ما يكون في حرب مستمرة معه أيضا تعنته في الرأي رضي الله عنه تخيلوا عبد الملك بن مروان نفسه عرض مرة على مصعب ابن الزبير ومر على عبدالله بن الزبير نفسه أنه إذا بدك أنا وياك نخلع أنفسنا ونترك الأمر شورى ورفض حتى عبدالله بن عمر حاول يفوت وساطة بيناتهم وقال له عبد الملك أنا جاهز إخلع نفسي وهو يخلع نفسه ونجعل الأمر شورى بين المسلمين فرفض ابن الزبير أيضا يمساكه الشديد في الانفاق ابن الزبير كانوا يقولوا عنه بخيل الناس إخواني الكرام في ذلك الزمان ما ممكن تجي لعندك إذا ما عطيته مال الناس عبيد المال البني أمية كانوا جدا شاطرين في هذا الموضوع يتألفوا الناس بالمال وهذا الكلام جيد إذا تقدر تحل المشكلة لتبع الدولة بأنك تعطي مصاري أحسن الدماء صح ولا لا لدرجة أنه بعد ما استتب الأمر في العراق لمصعب ابن الزبير جاء مع أشراف العراق إلى عبد الله بن الزبير فقال جئتك بوجوه أهل العراق لتعطيهم من مال الله فشو قال له اسمعوا الرد أنتم سبحان الله السياسة غير الدين هذا ما كان إنسان صاحب الدين إذا ما عنده نظرة سياسية ما عنده قدرة على مساياسة الناس ما بينجح في الحكم فقال جئتني بعبيدي أهل العراق لأعطيهم من مال الله والله لا فعلت رجعوا على العراق كلهم وبايعوا عبد الملك عرفتوا أخواني ليش ما رجح ابن الزبير ولا يرضى عنه بعدين كل ما يعاب على الأمويين بيقول لك ما في شورى بيقول لك في قتل بيقول لك كل ما يرمى به الأمويين وقع فيه ابن الزبير أصدر ابن الزبير من كان معظم ولاته ولاده وإخواته طوين الشورى إذن كانت دولته دولة خلافة راشدة حتى نقول والله الأمويين خرجوا عليها أصلا فيه مشكلة في دولة ابن الزبير وموضوع القتل حكينا عليه قبل شوي فهذه من أهم الأسباب التي أدت إلى انتهاء خلافة ابن الزبير واستتبى الأمر لعبد الملك بعد سنوات طويلة من الصراع بعد ما استتبى الأمر لعبد الملك ولا الحجاج ابن يوسف الثقفي على الحجاز لأن الحجاز الآن تعتبر أكبر مناوئ للدولة الأموية بسبب بيعتها لابن الزبير ووقوفها مع ابن الزبير حتى آخر لحظة والحجاج كان شخصية له مشاكل وله محاسن من الشخصيات أيضا التي يشويها جدا في التاريخ لا شك أنه له مظالم وله يعني يسفك دماء الرجل كان ما عنده يا أمير حميني تمام ولكن أبدا ليس بالسوء الذي يصور به وكان سفك للدماء وقسوته وشدته على أعداء الدولة يعني ما ظلم أحد بالشدة وخاصة أهل العراق كما سنر فعندما ولي على الحجاز اشتكى أهل الحجاز من شدته فعبد الملك مباشرة عزله عن الحجاز إكراما لأهل الحجاز ونقله لأهل الحجاز ونقله لأهل العراق وهلا بقى بلشت الحكاية الظريفة متى ولي الحجاج على العراق في سنة 75 طبعا عراق في هذا الوقت يموج بالفتن من شيعة إلى خوارج إلى أتباع ابن الزبير وكان أهل العراق فعلا ما يمشو إلا بالشدة لذلك ما مشي معهم إلا زياد ابن أبيه والحجاج وأنثالهم واصلا أصابتهم دعوة سيدنا علي ما قال لهم أسأل الله أن يبدلني خيرا منكم ويبدلكم شرا مني سبحان الله فعندما وصل الحجاج إلى العراق دخل إلى مسجد الكوفة ملثما قال وقف على المنبر وظل ساكت ما يحكي ولا كلمة فالناس قاعدين بدأوا يتململوا وبدأوا بدهم يرموا للحجارة شوفوا ينكتموا أرزال تخيلوا كانوا يلحشوا الحجارة على سيدنا المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله يعني الوالي تبعهم يحصبوه بالحجارة ناس أرزال يعني فظل ساكت 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 لحد ما العالم تفلفلت فنزع عمامته وقال بيت الشعر الشهير أنا ابن جلى وطلاع الثناية متى أضعي العمامة تعرفوني وخطب بهم الخطبة الشهيرة تبعه قال يا أهل الكوفة إني أرى رؤوسا قد أينعت وقد حان قطافها وإني لصاحبها والله لك أني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحا وإني دعوت الله أن يبلوكم بي فاستجاب اسمعوا أن تقول الكلام يا أهل العراق إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نثر كنانته بين يديه يعني الكنانة اللي هي الأسهم اللي بحط فيها استهام فنثر كنانته فعجم عيدانها عودا عودا فوجدني أمرها عودا وأصلبها مكسرا فوجهني إليكم ورماكم بي وأمرني بإنصاف مظلومكم وإمضاء الحكم على ظالمكم يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق هذه الجملة الحجاج للأهل إنكم طالما أوضعتم في الفتنة واضجعتم في مناخ الضلال وسننتم سنن الغي وأيم الله لألحونكم لحو العود ولأعصبنكم عصب السلمة ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل إنما أنتم أهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم وإشخاصكم لمجاهدة عدوكم بس حوق هنا وبعدين نكمل الخطوة أشرح لكم شغلة كان في قائد من أهم قواد الدولة الأموية وكان في ذلك الوقت مبايع لابن الزبير اسمه المهلب ابن أبي صفرة هذا كان ابن الزبير الله يرضى عنه مكلفه بقتال الخوارج وظل عمي قاتل الخوارج يقال 12 سنة من أيام ابن الزبير امتدادا إلى أيام عبد الملك ابن مروان فعندما سقط ابن الزبير بايع المهلب لعبد الملك وفرح به عبد الملك يعني كان خايف صراحة أنه ينقلب على الدولة فهو أتبايع طار عقله فيه وظل عاطي مهمة قتال الخوارج وكان يدعمه بالمال والسلاح والرجال فكان أهن العراق ما عم يرضو ينضم لجيش المهلب في قتال الخوارج فقال لهم أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم أحاطكم حقوقكم وزيادة وإشخاصكم لمجاهدة عدوكم وعدو أمير المؤمنين وقد أمرت لكم بذلك وأجلتكم ثلاثة أيام وأعطيت الله عهدا يؤاخذني به ويستوفيه مني لئن تخلف منكم بعد قبض عطائه لأضربن عمقه أي حدا بتخلف بعد ثلاث أيام بعد ما أخذ عطاؤه سيقتل ثم قال اقرأ كتاب أمير المؤمنين يا غلام فقال القارئ بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إلى من بالعراق من المؤمنين والمسلمين سلام الله عليكم فإني أحمد الله إليكم فقال له الحجاج سكوت قال يا أهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق يسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون السلام هذا أدب ابن أبيه زياد بن أبيه والله لأن بقيت لكم لأؤدبنكم أدبا سوى أدب ابن أبيه ولتستقيمن لي أو لأجعلن لكل امرئ منكم في جسده وفي نفسه شغلا فظيع قال اقرأ كتاب أمير المؤمنين يا غلام فقال بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ إلى موضع السلام صاح وعلى أمير المؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته إذن هذه كانت سياسة الحجاج في أهل العراق شوفوا لا شك برجع بلك أن الحجاج كان قاسي جدا ولكن قسوته أنا برأيي كانت في محلها لأن العراق متى ما ترك أهل العراق وهن الشيعة وهن خوارج أرزل للناس للأسف طبعا ما عم نحكي على كرام أهل العراق أهل العراق السنة من أطيب وأشرف الناس ولكن عم نحكي على هؤلاء على هذه الفئة التي لا تزال إلى الآن شوكة في خاصة المسلمين تمام بس تركتن لراحتن بيعملوا مشاكل وبيعملوا فتر بيعملوا قلاقل ما بيعملوا عائلين وبالنهاية ظلوا يعملوا مشاكل إلا أسقطوا الدولة الأموية نفسها الدعوة العباسية وين كانت؟ في العراق وفي خراسة صح أو لا؟ فمع كل هذه القسوة ومع كل هذه الضبط ومع ذلك لم تسقط الدولة الأموية إلا على أيدي هؤلاء للأسف الشديد طبعا الحجاج وجه كل جهوده لإستقرار الدولة الإسلامية وقتال الخوارج وموضوع قتال الخوارج تنزف الدولة سنوات طويلة عبد الملك على فكرة حكم 21 سنة للسنوات اللي ما كان فيها فتن هنين آخر سنوات عهده وصار فيها إنجازات عظيمة جدا كما سنذكر عبد الملك تخيلوا في بداية عهده طر أن يصالح الروم ويدفع لهم الجزية بس مشان يقدر يجمع الدولة مرتاني حتى تشوفوا أديش شر افتراق الأمة طبعا هذه الكلام استمرت ثلاث سنوات بعدين رجع أده بالروم وصار فيه فتوحات عظيمة جدا استمرت موضوع قتال الخوارج وكذا إلى تقريبا عام 79 الحجاج متى استلم 79 حدثت ثورة في العراق وكانت من أصعب الثورات التي واجهت الدولة الأموية على الإطلاق هذه الثورة من شدة أهميتها لن تستطيع أن نتجاوزها اسمها ثورة عبد الرحمن بن الأشعف ابن قيس الكندي استمرت أربع سنوات استنزافت الدولة استنزاف شديد باختصار شديد ما سبب هذه الثورة؟ هذا عبد الرحمن بن الأشعف وجهه الحجاج لقتال الترك الترك اللي هنن ما كان الترك ساكنين في الأنضول سابقا كانوا في أوزباكستان وهذه البلاد اللي هي بلاد الجمهوريات التركية بسموها التي كانت خاضية على الاتحاد السوفيتي وكان ملك الترك اسمه رتبيل إلى ذاك الوقت على فكرة الترك ما كانوا داخلين في الإسلام بعدين دخلوا في الإسلام السلاجقة والعثمانيين بعدين دخلوا في الإسلام في هذا الوقت كانوا الترك كلهم مشركين فهذا رتبيل كان يغير على بلاد المسلمين أثناء هذه الفتن فالحجاج أول ما استقر له الأمر أرسل جيشا بقيادة عبد الرحمن بن أشعف لقتال رتبيل وكانت الجيش كبير جداً وتعداده تقريباً أربعين ألف مقاتل وخرج في هذا الجيش كثير من فقهاء العراق على رأسهم سعيد بن جبير تعرفوا قصة الحجاج مع سعيد بن جبير؟ هذا اللي يقول لك قتلوا الحجاج وصار حوار بيناتهم معروف الحوار بيناتهم وغالباً لا يصح هذا الحوار عموماً كان من فقهاء التابعين وله وزنه الكبير جداً في العلم طيب خرج هذا الجيش وقاتلوا رتبيل ملك الترك وانتصروا عليه انتصارات عظيمة جداً إلى أن دخل فصل الشتاء عندما دخل فصل الشتاء في تلك البلاد مثل ما بتعرفوا الشتاء شتاء يعني برد جداً فأرسل ابن الأشعف لالحجاج قال له نحن الآن سنتوقف عن القتال الدنيا برد وحققنا انتصارات كبيرة جداً نرجع عنه قاتل مرة تاني بالربيل فالحجاج غضب وأخذته العزة بالإثم مثل ما بقوله وقال له لا بتقاتل رغماً عن أنفك يعني مثل ما بقوله أهانه هو أصلاً عبد الرحمن ابن الأشعف ما كان صاحبه الحجاج كثير فهو مثل شغله بالجهاد حتى يبعد عن الفتن في العراق فعندما وصلت كتب الحجاج إلى ابن الأشعف غضب غضباً شديداً وكان من قادة العرب وكبار العرب من قبيلة كندة أبو الأشعف من قيس على فكرة كان من كبار قادر جيش سيدنا علي الله يرضعنا فالرجل له مكانته بين العرب فما لقها حلوة بحق ابن نوب فدعا جيشه إلى خلع الحجاج قال له نحن أربعين ألف شو رأيكم أصلاً نحن ما نحب الحجاج روح نقاتل الحجاج ونخلعه فوافقوا كلهم وبايعوه على ذلك فقام تخيره شوف شو صار صالح ملك الترك رتبيل قال له أنا هلأ حروح قاتل الحجاج إذا انتصرت سأسقط عنك الجزية وإذا هزمت بدي ألتجأ لعندك تحميني من الحجاج فوافق شوفوا للأسف فوقت تختل الأولويات تصالحوا عدوك لقتال دولتك وعاد إلى العراق بالطريق كبرت لأستبراسون كتير ليش نخلع الحجاج؟ نخلع عبد الملك كله وبايعوا ابن الأشعث بالخلافة طبعاً ظل مثل ما قلت لكم الموضوع طويل ظل القتال بناتهم أربع سنوات كاملة وكادت أن تسقط العراق كلها لحد ما عبد الملك أرسل الجيوش من الشام شغلة كبيرة كتير صارت فت نهائلة جداً وللأسف معظم التابعين والفقهاء الذين كانوا في العراق ساهموا في هذه الثورة حتى بعض الصحابة في ذلك الوقت كان سيدنا ألس بن مالك في الساعة عايش ودعم ثورة ابن الأشعث بالمناسبة كل من شارك فيها ندمة بعد ذلك على المشاركة في هذه الثورة يعني كانوا يرون الحجاج قاسياً ولكن ما كان عندهم رؤية الخلافة الأموية بأن أهل العراق إذا ما قسيت عليهم شفتوا أنتم بعينكم شو عملوا أهل العراق طيب بعدما انتهت الثورة هرب ابن الأشعث وراحل عن ملك الترك فأجاره فبعث إليه الحجاج تهديد شديد يا بتبعت لي يا يا أما سأغزوك بجيش تعداده ألف ألف مليون جندي فخاف ملك الترك وأرسل ابن الأشعث مقيداً إلى الحجاج ففي الطريق استطاع الهروب من الجنود اللي مقيدينه وصعد على ظهر بيت وانتحر فمات منتحراً الذين كانوا معه في كتير منهم ندم مثلاً سيدنا ألس بن مالك طبعاً ما شارك في القتال كان شيخ كبير ولكن دعم غيئون معنوياً وأساءله الحجاج فيما بعد وحنشوف شو صار عبد المالك أنصفه في عنا في ناس اعتزلوا وفي ناس لا يعني في عندك مثلاً من يلي كانوا معه وحذكر أسماء سيدنا أنس بن مالك سيدنا الإمام الشعبي أو الشعبي الإمام سعيد بن جبير طبعاً يلي كانوا ضده إبراهيم النخعي مجاهد بن جبر الحسن البصري ما شاركوا في هذه الفتنة رغم أنه ما كانوا يحبوا الحجاج يعني الحجاج ما كان شخصية محبوبة شخص قاسي هنين كانوا في العراق هذين ما طلعوا مع الجيش يلي كان مع الجيش كان سعيد بن جبير وكان أمين سر الجيش يعني معه تمويل الجيش عرفت؟ كان مسؤول عن مالية الجيش مو بس وافق وافق وبايع ابن الأشعف على خلافة نعم طبعاً هذا خطأ هذا خطأ قطعاً طيب خذينا نكمل هنحكي لك شو صار أعلن الحجاج كل شخص من الذين شاركوا في ثورة ابن الأشعف إذا بيسلم نفسه وبيعلن توبته بيطلع على الجهاد يعفى عنه لاحظوا الحجاج كيف كان شخص ذكي سياسي أنا في عندي مشكلة الآن وناس خرجت على الدولة يا بدي عاقبهم ويحبسهم يا بدي وجه قدراتهم لمكان آخر فكل من يطلع على الجهاد بسامحهم وفعلاً معظم رجع وخرج إلى الجهاد مع جيش الفتح وجيش الفتح في عصر الحجاج فتحت بلاد عظيمة جداً هنحكي إن شاء الله عن الفتوحات بعد شوي قطيبة بن مسلم والتاني طيب إلا سعيد بن جبير هرب وتخبى في الحجاز فتركوا الحجاج إلى أن جاء والي على الحجاز وأرسله إلى الحجاج بعد سنوات طويلة بعد تسع سنوات من هذه الثورة فقالوا الحجاج أعلن توبتك بس ما بدي منك شيء بس قول أنا مخطئ فلكي براس وما بدي قول مخطئ إلى أن قتله طبعاً ما كان في الله لا قتله أبداً قتل سعيد بن جبير خطأ كبير جداً من أخطاء الحجاج يقول الإمام أحمد بن حنبل قتل سعيد بن جبير والناس في أشد الحاجة إلى علمي هو كان تلميذ بن عباس وكان يفتي في وجود بن عباس فرحمه الله وغفر الله للحجاج لأنه كان يتزل كبيراً جداً خلاص القصة مش يتعني ليش لا تقتله ولكن سبحان الله ما في يعني شوفوا بعد عصر الصحابة ما في حدا إلا له مشاكل وأخطأ الذي حدث بين الحجاج وسيدنا أنس بن مالك يروى أن أنس بن مالك كتب إلى عبد الملك يشكل حجاج ويقول في كتابه لو أن رجلاً خدم عيسى ليلة واحدة أو خدمه فعرفته النصارى لنزل عندهم ولا عرفوا له ذلك ولو أن رجلاً خدم موسى أو رآه فعرفته اليهود فذكر نحوه وإني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وإن الحجاج قد أضر بي وفعل وفعل الحجاج كان يعني يتعمد الإساءة لسيدنا أنس بن مالك بسبب منقفه من ثورة ابن الأشعف قال فأخبرني من شهد عبد الملك يقرأ الكتاب وهو يبكي وبلغ به الغضب ما شاء ثم كتب إلى الحجاج بكتاب غليظ على فكرة نص الكتاب مذكور يعني مسح الأرض فيه للحجاج فجاء إلى الحجاج فقرأه فتغير وجهه ثم قال إلى حامل الكتاب انطلق بنا إليه نترضاه بعت له كتاب قال له بتروح يعني بتبوس رجله لأنس بن مالك هذا صاحب النبي شلون بتهينه شلون تجروا الأصلاع على ذلك عندما مات الحجاج وهو على فراش الموت دعا دعوة عجيبة سبحان الله وكان على فكرة عمر ابن عبد العزيز سنحكي عنه إن شاء الله في مجالس قادمة كان من أشد أعداء الحجاج يعني يكرهوا كراهية الموت ومع ذلك كان يقول يعني يغبط الحجاج على شغلتين واحد منهم هذا الدعاء الذي دعاه وهو على فراش الموت قال اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل يعني الناس عم يقولوا أنك ما حتغفر لي غفر لي يا ربي لسوء ظنهم بك يا رب أنا حسن ظن بك أنك تغفر لي طبعا لا شك أن الحجاج شخصية خلافية جدا في التاريخ ولكن له حسنات كثيرة جدا من حسناته وهي كلها تعد من إنجازات عبد الملك لأنه فعليا محسوب على عبد الملك يعني هو والي في دولة عبد الملك وعلى فكرة عبد الملك كان عاطي الحجاج صلاحيات كبيرة جدا كان يعتبر مو بس والي العراق وإنما الحاكم الفعلي لكل شرق الدولة الإسلامية يعني هو الذي كان يعين ولاة مثلا الخراسان ولاة مدن العراق وغيره كيف مثلا كان سيدنا معاوية بعصر عثمان الله يرضى عنه والي الشام هو يعني الحاكم الفعلي للشام نفس الشي كان الحجاج وعموما الأمويين كان عندهم لا مركزية لذلك وتنقول أنه قتل الحسين رضي الله عنه وارضاه لم يكن بموافقة يزيد ليش؟ لأنه الأمويين عندهم لا مركزية الوالي معه صلاحيات كبيرة جدا وما كان ملزم أنه كل ما بدوا يعمل شي يرجع يستشير الخليفة عنده خطوط عامة للسياسة يمشي عليها عرفتوا كيف؟ بعكس مثلا دولة سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر كان ما يخلي مو بس الوالي قائد الجيش وهو بالمعركة لازم يبعت يسأل سيدنا عمر شو يعمل مركزي جدا كان سيدنا عمر الوامويين ما كانوا كان عندهم لا مركزية كبيرة جدا والدولة بعصرهم توسع التوسع شديد فصعب جدا أن تحكم بشكل مركزي تمام؟ طيب عموما سأذكر الآن إنجازات عبد الملك وكثير من هذه الإنجازات تنسب للحجاج نفسه حتى تعرفوا أنه رجل فعلا عجيب يعني محب للقرآن حب شديد عبادته عبادة عجيبة وفي نفس الوقت لا يتورع عن قتل أي شخص تثبت عليه شبه التهمة حتى هو ما قتل عفك العادات كبيرة كما يقال ولإنما كان سريعا في الدماء شو يعني ما عنده يا أمر حميني خالفت تقتل عرفتوا؟ الحجاج وجد بأنه بعد ما دخل الكثير من الموالي في الإسلام غير العرب بدأ يزداد اللحن في القرآن الكريم اللحن طبعا أقصد لم يعني النغمة اللحن يعني الخطأ تمام؟ القرآن لا كان مشكل ولا كان منقط يعني كلمة فيل مثلا تقرأ قبل وتقرأ فيل وتقرأ قتل وتقرأ إذا ما بتعرف القرآن ما حتى قدر تقرأها بدون ما تكون سمعان لازم القرآن يكون بالتلقي عرفتوا؟ فكثر جدا الخطأ في القرآن فالحجاج خشي على القرآن الكريم لذلك أمر بتنقيطه وتشكيله ومن قام بالمهم هو أبو الأسود الدؤلي وضع النقاط ووضع التشكيل وقسم القرآن إلى أجزاء وأحزاب كل هذه الأمور صنعها الحجاج فكان له اهتمام شديد بالقرآن الكريم وكان يقال أنه يختم القرآن كل ثلاث ليالي يعني له علاقة مع القرآن وأمر بهذه المصاحف أن نسخت ووزعت على العالم الإسلامي فكان أول من قام بهذا الإنجاز وهذا الإنجاز طبعا ينسب إلى عبد الملك ابن مروان لأنه جرى في عهده ومن أحد ولاته أيضا عبد الملك أول من ضرب الدينار والدرهم الإسلامي إلى هذا العصر كان العملة المتداولة هي الدرهم والدينار الدرهم كان فارسيا الفضة والدينار كان روميا الدهب وكان عليهم الصليب والرسوم المسيحية إلى ذلك الوقت عبد الملك أول من قام بسك العملة الإسلامية والسبب في ذلك أنه الروم وقات صار أول شيء مثل ما قالنا هادنهم ثم عادت الحرب بيناتهم فبدأوا يستعملون ضده سلاح الاقتصاد يبلشوا يهددوا بأنه نحن ما حنعطيك الدراهم والدنانير فقال لهم ما بديك الدنانيركن وسك العملة الإسلامية وكان مكتوب عليها كتابات إسلامية فهو أول من قام بهذا الفعل العظيم وبالتالي تحرر الاقتصاد الإسلامي بالكامل عن التبعية للاقتصاد البيزنطي والفارسي وهذا طبعا كان يعني إنجاز عظيم جدا جدا أيضا الإنجاز الثاني لعبد الملك هو تعريب الدواوين الدواوين اللي هي الكتب التي تكتب فيها مثلا الوزارات أسماء الجند أسماء الشعب العطايا الكذا كانت إلى ذلك الوقت تكتب بلغة أهل البلاد فبالشام كانت تكتب بالرومانية وفي العراق بالفارسية وهكذا فكانوا كل الوزراء والكتبة من الموالي يعني تخيلوا اقتصاد الدولة بإيد الأعداء وكتبت الدولة ووزراء الدولة من الأعداء حتى لو مسلمين بس إنهم فعليا تبعيتهم الأساسية لم يهن للروم وحتى منهم كان يكون مسيحيين أحيانا إنهم الشاطرين لأنهم بالإحسابات وبالكتابة وكذا فعبد الملك شعر بالخطر الشديد من هذا الموضوع أيضا موضوع اطلاع عن المراسلات وعلى كذا كل هذا كان موجود فأمر بتعريب الدواوين نقلها بالكامل للغة العربية وعلى فكرة واجه مقاومة شديدة من الموالي ولكن أصر على ذلك إلى أن نقلت كل دواوين الدولة إلى اللغة العربية وهذا لم يكن فقط موضوع أنه نقل الدواوين هذا كان فاتحة كبيرة جدا لكل حركة الترجمة اللي جاءت بسببها كل النهضة العلمية الإسلامية أنتم تعرفون أنه بالعصر العباسي كان عصر الترجمة والعلوم والكذا صح ولا لا لك بغداد كانت منارة العلم متى بدأ هذا الكلام في عصر عبد الملك أبا مروان بسبب إعطائه الأهمية الشديدة للغة العربية لأنه أصبحت يا يصاري اللي بده يصير يتولى منصب الدولة اللي لازم يتعلم عربي كان من قبل شو يتعلم فارسي وروري عرفته فكان إنجاز كبير جدا 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 عبد الملك أول من كسل الكعبة بالديباج والحرير أول من عمله ثوب من الديباج والحرير وكان يصنعه في دمشق ويرسل إلى مكة عبد الملك كل ما قام به سيدنا معاوية طوره سيدنا معاوية أنشأ ديوان البريد أنشأ ديوان الخاتم كلهم طوروا عبد الملك ووسع طريقة عمل وجعل طريقة رائعة وخاصة البريد اهتم بالبريد اهتمام عجيب كان الخبر يصله من أبعد نقطة بالدولة لعنده بثلاثة يام شيء عجيب عبد الملك أول من أنشأ شيء اسمه ديوان الطراز شو هذا ديوان الطراز إلى حد هذا الوقت ما كان في شيء اسمه لباس موحد للجنود ما كان في شيء اسمه لباس للوزراء عبد الملك جعل في شيء اسمه لباس للجند موحد لباس لطبقة الكتاب لكذا لكذا عرفته شو عمل لذلك يقال أنه حول الدولة من دولة عشوائية إلى أمبراطورية يعني هو كان عنده نظرة حضرية عجيبة هذا الرجل حكينا عن حكمته كيف تعامل مع الثورات وكيف تعامل مع الخصون تبعه بأقل قدر من القتال بالمفاوضات بالسياسة وأيضا نظرته نظرته عجيبة جدا شخص على فكرة يعني استثنائي فاستطاع تحويل الدولة إلى أمبراطورية واكتسبت الشكل الجميل المنظم لأبها تبع الحكم عرفته كيف قبله كانت الأمور على البساطة يعني الناس تلبس لباس العادي خلاص طالع على الجهاد يلبس أوعي ويطلع هلأ معت فيه صار فيه لباس موحد لذلك عمل شيء اسمه ديوان الطراز يعني وزارة خاصة بموضوع تطريز الملابس وانتشرت بقى صناعة المنسوجات وكذا كله هذا في عصر عبد الملك في عصر عبد الملك اتسعت الدولة الأموية اتساعا شديدا أولا عبد الملك استطاع إعادة كل البلاد التي انتقضت من أفريقيا البربر انتقضوا وعادوا خرجوا على المسلمين في فترة المشاكل التي حدثت رجع فتح كل أفريقيا حتى وصلت جيوشه فعلا إلى المرحيط الأطلسي وفي عصر ابن الوليد فتحة الأندلس يعني كان المغرب كله صار بيلاد إسلامية بالكامل بالنسبة للشرق كان في عنا قائدين عظيمين جدا وكلهما كان معينة من قبل الحجاج الأول هو قتيبة بن مسلم الباهلي واللي كان مسؤول عن فتح المناطق الشمالية ففتحت في عصره معظم بلاد أسباكستان وتركستان وكان البلاد كلها حتى المدن الشهيرة في العلم سمرقند بخارة كلها فتحت في عصر هذا الفاتح العظيم اتخيلوا الإمام البخاري بخارة متى فتحات في عصر قتيبة بن مسلم الباهلي اللي هو كان أحد قادة الحجاج يعني في عصر عبد الملك وابن الوليد في الجانب الجنوبي الشرقي الجنوبي كان محمد ابن القاسم الثقافي وفتح سند كاملة اللي هي أفغانستان وباكستان ووصل إلى توغل في بلاد الهند ولكن ما فتح الهند فتحت في عصر الدولة الغزنوية لاحقا إن شاء الله نتكلم عن هذا إذا الله عطانا عمر بإذن الله تمام بس أنتوا تخيلوا إلى أين توسعت الدولة الدولة الإسلامية إخواني بلغت أقصى اتساع لها في عصر الوليد كانت كما ذكرنا في الصين والهند شرقا وفي حدود باريس غربا الوليد من هو ابن عبد الملك وخليفته عبد الملك بنى مجموعة من المساجد المهمة جدا في التاريخ الإسلامي وأهمها أجمل بناء مسجد في التاريخ من هو لا الأمو يبوني في عصر الوليد في مسجد أحلى منه بكتير أحلى مسجد وكل بيتمنى يصلي فيه وشكله بيطير العائل قبة الصخرة قبة الصخرة وليس الأقصى مو المسجد القبلي قبة الصخرة المسجد القبلي بنية في عصر الوليد الوليد كان معماري رهيب جدا كان جدا مهتم بالعمارة الإسلامية قبة الصخرة اللي هي القبة الذهبية الجميلة هذا المسجد الجميل الذي بناه هو عبد الملك ابن مروان وعلى فكرة صرفت عليه أموال طائلة جدا منجزاته الحضارية لعبد الملك هو هذا المسجد امتداد عبد الملك هو ابن الوليد لذلك أنا ما هأفرج حلقة للوليد أتمنى ولكن لا يطابق معايير السلسلة تبعي ما فيني اعتبره من الأعلام الذين حافظوا الله وبهم الإسلام ولكن الوليد شخصية مهمة جدا قرأوا عن خلافته يعني عصر رخاء رهيب عصر عزة للإسلام شيء لا يوصف أبدا تخيل أن تخرج من الصين إلى الأندلس ضمن حدود دولة واحدة الوليد شخص عظيم جدا ولكن هو حصد ثمار عمل أبوه عبد الملك رحمه الله عبد الملك شخصية من أهم الشخصيات في التاريخ الإسلامي أيضا يحسب من إنجازاته وأن كان هو من إنجاز أحد ولاته والي مصر في هذه الفترة كل يات كان أخو عبد العزيز ابن مروان مروان بن الحكم وقت سيطر على مصر وضع ابنه عبد العزيز واليا عليها وعبد الملك كان معه في الشام وكان هو ولي عهده وكان يفترض أن يكون الخليفة بعد عبد الملك هو عبد العزيز ولكن عبد العزيز مات في حياة عبد الملك عبد العزيز على فكرة من خيرة حكام المسلمين ومن صالحي ولاة المسلمين هو أبوه لعمر بن عبد العزيز تمام عبد العزيز أول من أمر بجمع حديث رسول الله وكتابته الحديث كان متفرق كل صحابي أو كل تابعي روا عن صحابي معين فهو أول من خطرت في باله فكرة أن نجمع الحديث في مكان واحد طبعا هذا الكلام بدأ واستمر في عصر عمر بن عبد العزيز وهذه الجهود استمرت إلى أن وصل إلى عصر التدوين ولكن كان له يد في بداية هذا الموضوع وهذا أيضا يحسب على دولة عبد الملك ابن مرور عبد الملك من الخلفاء العظام الذين اجتمعت عليهم الأمة بعد فرقة ظلمة جدا في التاريخ كما ذكرنا وأن كان لا يخلو الأمر من بعض الأخطاء له وبعض الهنات لأنه بالنهاية نحن لا نتكلم الآن عن الصحابة نحن نصلنا في العصر الذي يري الصحابة فطبيعي جدا أن يكون كل إنسان له أخطاء وأن كان حسناته تتجاوز أخطاءه بكثير 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 وكثير مما يروى عن خلفاء بني أميسة أونير صحيح في ناس الحمد لله في هذا الزمان الآن في زماننا هتمت بتحقيق الروايات التاريخية واكتشفت المصائب التي في هذه الروايات آخر حياة عبد الملك رحمه الله خطب يوما خطبة بليغة ثم قطعها وبكى بكاء شديدا ثم قال يا رب إن ذنوبي عظيمة وإن قليل عفوك أعظم منها اللهم فمح بقليل عفوك عظيم ذنوبي قال فبلغ ذلك الكلام الحسن البصري فبكى وقال لو كان كلام يكتب بالذهب لكتب هذا الكلام فرحم الله عبد الملك ورحم الله خلفاء بني أميسة جميعا وجزاهم عن الإسلام والمسلمين أخير الجزاء أهم شيء إخواني أن لا تتطرفوا في حكم لا تكونوا أمويين أكثر من أمويين نفسهم ولا تكونوا أيضا تتناقلوا روايات الشيعة الذين ظلموا الأمويين ظلما شديدا تمام ودائما تذكر أن تاريخ الأمويين كتب في عصر أعدائهم لذلك أمر طبيعي أن يرموا بكل أنواع النقاس وكل ما يعني شوف كل شيء بتحس في هيك بكش بدنك أنه شلون عملوا هيك حقق الرواية ستجد أن في الرواية فيها مشكلة فيها انقطاع فيها كذاب فيها وضاع فيها كذاب تمام أكيد ما كانوا خلفاء راشدين ولا كانوا معصومين ولكن ما كانوا أبدا بالسوء الذي يصورون به وكانوا من خيرة حكام هذه الأموي يعني نكتفي بهذا القدر لأن الحديث يطول والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم